رغم الأوضاع الكارثية التي يشهدها لبنان نتيجة حرب إسرائيل الوحشية نجحت الديبلوماسية اللبنانية بفرض قضية لبنان على أعمال قمة الفرنكوفونية التي حضرت بقوة في المؤتمر وكانت على كل لسان خلال يومين كاملين نحن مع أي حل ديبلوماسي سريع يوضع حد للمجزرة ولا الإبادة التي تصبح حقيقة في لبنان مع الأسف نحن في ألفين شهيد وعننا عشرة ألاف جريح وعننا مليون ومئتين ألف نازح داخلي في لبنان ودمار شامل يومي ليل نهار لبيروت لمناطق الجنوب اليوم بالشمال بالبقاع وينما كان ونحن منريد أن المجتمع الدولي يعرف هذه الحقيقة أكيد عم نعلي صوت قدمة فينا وعم نشرح وجهة نظر لبنان قدمة فينا بكل وضوح وبكل صراحة ونحن أصحاب حق هذا التحرك لما كان اقترن بالنجاح لولاهتمام الرئيس الفرنسي عن قرب لبنان الذي أكد أن لبنان أولوية وخط أحمر معلنا عقد مؤتمر دعم للبنان في أواخر تشرين الأول في نواية منيحة باتجاه أنه يصير في ضغط على وقف قطلق نار أنا حقيقة يعني مني كثير متفائل بهذا الموضوع لأنه صار في كثير دم وكثير دمار وكثير حقد بهذه الحرب وبعد إعلان ماكرون عن وقف شحنة الأسلحة لإسرائيل أفادت مصادر الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يرفض توسيع رقعة الحرب في المنطقة داعيا إلى الضرورة القصوى في التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في المنطقة وأنه لابد من الحفاظ على لبنان ولابد من العودة إلى حلول ديبلوماسية وشدد على أن فرنسا ملتزمة بقوات الطوارئ الدولية منذ عام 78 وذلك من أجل أمن لبنان وأمن إسرائيل وستحافظ على تعهداتها في الشرق الأوسط